يعني الزراعة الفورية امتى نزراعها ويعني ايه زراعة فورية؟ بص يا فندم أنا ليا بس تعليق على موضوع الزراعة الفورية الفكرة في الزراعة الفورية هو بقى منتشر جدا على في السوشيال ميديا ان احنا بقنا بنسمع اخلع وزرع وركب وبعد كده هتاكو في نفس الجلسة الكلام ده في وقت كبير جدا بقى خد سلوب دعائي اكتر ما هو سلوب طبي وانا زي ما قلت حاجة في الاول خالص ان الاساس في زراعة الاسنان الاساس هو ترك الزرعة دي او الغرسة دي او الجدر المعدن ده فترة علشان الجسم يلتائم حواليه تمام؟ بدون اي حملة عليها فبقت حالة ففيه في بعض اوقات بتبقى بيجنع ناس بيبقى محتاج ان هو متخيل ان ممكن تركب له الاسنان على طول الكلام ده بيحصل ولكن لازم اطبق بعض الشروط الشروط دي اول حاجة خالص ان انا لازم تكون عندي الاسنان دي اسنان امامية يعني هيك مينفعش الجيلي بدرس اركبه احط الزرع واركب عليه الكراون او التربوش في نفس الجلسة دي اول حاجة حاجة تانية حالة العظم تكون عند حضرتك كافية جدا وحجم العظم يكون كافي جدا وطول العظم كافي جدا ما عندكش اي مشاكل في العظم رقم ثلاثة ان انا نوع السنة اللي بركبها بتكون اكريليك او بلاستيك يعني مينفعش نخرج بالسنان بورسلنا على طول رابع حاجة ودي حاجة مهمة جدا 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 ان الاسنان دي بتكون غير مستخدمة يعني مينفعش اقتم عليها بتستخدم للشكل فقط فلذلك انا قلت الحقيقية للاسنان الامامية فقط كل العوامل دي لو انا اقدرت اطبقها بشكل علمي وشكل مظبوط اقدر انجح في موضوع الزراعة الفورية وتبقى في الوقت ده انا عملتها بشكل ناجح جدا لها شروط يعني لها شروط ومش كل الحالات بتنفع لها ومش كل الناس بينفع ان انا اطبقها عليهم انا ممكن ان المريض يجيلي بسنة يمين تنفع وبعد كده اتجلي بعد سنة حصلت مشكلة في سنة تانية فمحتاجي يزرع في سنة في الجنب التاني لا مقدرش حالة العظم هنا غير سامحة صحيح بشكر ضيفي الدكتور محمد فرج استشاري زراعة الاسنان في جامعة عين شمس معاني جديدة لزراعة الاسنان جعلت منها عملية سهلة وبسيطة بتتم بنتائج إيجابية وبدون قلب وده بيثبت ان التطور العلمي في تركيب الاسنان لا يعرف حدود بالعكس كل يوم بيسجل خطوة جديدة للامام هدفها راحة المريض واسعاده بالحفاظ على باب الحياة بالنسباله هو اسنانه حلقاتنا انتهت بس موضوعاتنا واطبقنا لسه مواصلين مع حضراتكو نشوفكو دايما على خير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر